السلام عليكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول المتوسط نلتقل اليوم بإذن الله تعالى مع اختبار مادة المهارات الرقمية منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1446 هجرية والسؤال الأول أكتب المصطلح المناسب في مال لدينا المصطلحات الأجزاء المادية البرامج الحاسب ودمج المراسلات أولا جهاز إلكتروني لديه القدرة على معالجة وتخزين واسترجاع البيانات كما يمكنه القيام بالكثير من الأمور المفيدة ما هو هذا الجهاز؟ هو جهاز الحاسب اثنان الأجزاء التي تكون منها الحاسب وتتضمن الشاشة واللوحة الأم وغيرها ماذا تسمى هذه الأجزاء؟ هذه تسمى الأجزاء المادية ثلاثة مجموعة من التطبيقات المثبتة على الحاسب التي تحتاجها لتكون قادرا على تشغيله مثل نظام التشغيل ماذا تسمى هذه التطبيقات؟ تسمى البرامج أربعة إحدى عمليات معالجة النصوص التي تمكنك من دمج مستند مع ملف قاعدة بانات ما هو هذه العملية؟ تسمى عملية دمج المراسلات ننتقل إلى السؤال الثاني أو السؤال الأول با ضع علم الصح أو خطأ هناك طرق ذكية أكثر سهولة لنسخ أو نقل الملفات مثل السحب والإفلات هذه عبارة صحيحة اثنان نظام التشغيل من المهم أن يتسم بصعوبة الاستخدام ليقوم ممتعا للمستخدم هذه عبارة خاطئة لا بد أن يكون نظام التشغيل سهل الاستخدام ثلاثة المقال الذي يقتصر على المصوص فقط ممتع للقارئ لا ليس ممتع هذه عبارة خاطئة لأنه لا بد أن يحتوي على صور وغير ذلك أربعة معالج دمج المراسلات هو تطبيق داخل برنامج مايكروسوفت باوربوينت هذه عبارة خاطئة إنه برنامج مستقل أسؤال الثاني ضع المسمى المناسب مما يلي في مكاني لدينا كلمة المعالج اللوحة الأم القرص الصلب وذاكرة الوصول العشوائي أولا جهاز التخزين الرئيس في الحاسب ما هو هذا الجهاز؟ هذا هو القرص الصلب يعتبر بمثابة العقل بالنسبة للحاسب ما هو؟ هذا هو المعالج أو البروسسور هو بمثابة العقل بالنسبة للحاسب الآلي الذاكرة الرئيسية للحاسب ما هي؟ ذاكرة الوصول العشوائي أو الرام المركز الرئيس للحاسب ما هو هو اللوحة الأم أو الماثر بورد بأكتب نوع الحاسب من خلال الصور التالية هذه الصورة الأولى هذا الحاسب يسمى الحاسب المكتبي أو الديسك توب في الصورة الثانية هذا الحاسب اللوحي في الصورة الرابعة هذه الأجهزة الزكية مثل الجوال وغيره في الصورة الرابعة هذا هو السيرفر أو الخادم هكذا أعزائينا قد أنهينا هذا النموذج من اختبار مدة المهارات الرقمية جميع الاختبارات موجودة على قناتنا لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دونتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمته وبركاته